حضراتكم بقى مشاهدين انتابع اخر واهم الاخبار مع زملتي العزيزة فاطمة نبيل مع مذيع لغة الاشارة رأفة حبني بصبح عليكم يومكم جميعا صباح الخير شاهدينيز شكرا جزيلا التاسعة صباحا من التلفزيون المصري هذا مجاز الاخبار وجه الرئيس عبدالفتاح سيسير بالتواصل المباشر مع الاهالي والمواطنين من سكان المرحلة الاولى للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصرية على مستوى الجمهورية في إطار مبادرة حياة كريمة التي تضم 1500 قرية وذلك بهدف تدقيق الموقف على أرض الواقع من حيث احتياجات ومتطلبات المواطنين الفعلية وآرائهم تجاه تطوير مناطقهم كما وجه الرئيس سيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بأن يشمل المشروع تنظيم التوزيع الإداري للخدمات الحكومية داخل المراكز والقرى المستهدفة على نحو حديث ومجمع تسهيلا على المواطنين مع ربطها إلكترونيا بالوزارات المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك لاستفادة تلك القرى من أحدث ما سيتم تطبيقه من ميكانة ورقمنة وتحديث بالجهاز الحكومي للدولة انتخب مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيسا له وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لدور النقاد الأول في الفصل التشريعي الثاني وفي كلمة عقب انتخابه أكد المستشار جبالي أن القيادة السياسية نجحت في العبور بمصر من مرحلة الهوية من خلال توحيد الشعب المصري تحت شعار المواطنة والتنمية وأكد جبالي أهمية الدور الرقابي للمجلس على أداء الحكومة والذي لا يقل أهمية عن التشريع وأعلن رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي فوزا نائبين أحمد سعد ومحمد أبو العنين بمنصبي وكيلي مجلس النواب وحصل المستشار أحمد سعد على 485 صوتا بينما حصل أبو العنين على 412 صوتا من إجمالية عدد الأصوات الصحيحة البال 580 صوتا وقعت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وسكان بروتوكولة تعاون مشترك مع صندوق تحيا مصر وإحدى الشركات للتبرع بتطعيم مليوني مواطن بلقاح كورونا وقالت وزيرة الصحة إن صندوق تحيا مصر هي الجهة التي سوف تتولى تلقي التبرعات من جميع المتبرعين لتوفير اللقاح لجميع المواطنين مشيرة إلى أن ذلك واجب وطني على كل أفراد المجتمع المدني أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 970 حالة إصابة جديدة لفيروس كورونا و55 حالة وفاة وأشرت الوزارة إلى خروج 423 متعافيا من الفيروس من المستشفيات بعد تلقيهم رعاية طبية لازمة ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 119 635 حالة رفض مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي اللجوء إلى التعديل 25 من الدستور لعزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه وقال بنس في رسالة لرئيسة مجلس النواب نانسي بلوسي قال إنه لا يمكن استخدام هذا التعديل وسيلة للعقاب أو لاغتصاب السلطة معتبرا أن ذلك سيدر بمصلحة الأمة كان مجلس النواب الأمريكي قد اعتمد بأغلبية الأصوات قرارا يطالب بنس بتفعيل اللجوء إلى تعديل دستوري يجيز تنحية الرئيس إذا عجز عن تحمل أعباء منصبه كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أن الفرص معدومة لعزله عن منصبه واعتبر أن الإجراءات الهدفة لعزله تتسبب في غضب هائل لدى أنصاره إلا أنه شدد في الوقت ذاته على رفضه العنف ودعا إلى السلام والهدوء واحترام القانون كما نفى مسؤوليته عن اقتحام مناصرين له مقر الكونغرس الأسبوع الماضي أكد وزير الخارجي الأمريكي مايك بومبيو أن إيران باتت مقرا جديدا لتنظيم القاعدة وأن النواب أيمن الظواهري موجودون هناك حاليا وأعلن بومبيو فرض عقوبات على اثنين من قادة القاعدة المتمركزين في إيران وثلاثة من قادة كتائب التنظيم الكردية في المقابل اتهم وزير خارجيات إيران جواد ضريف بومبيو بترويج الأكاذيب ووصف تصريحاته بالخيالية كتم المجز شكرا تيب المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة